اشتركوا في القناة حفظه الله ورعاه واشار سموه الى مواصلة العمل على تنفيذ اهداف الخطط والبرامج التنموية بما يخدم التوجهات الرامية الى تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق تطلعاتهم بما يعود عليهم بالنفع والنماء ويصب في صالح التنمية المستدامة المنشودة جاء ذلك لدى استقبال سموه بقصر الاقضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الاخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الاسكان الذي قدم لصاحب السموه الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء عرضا خاصا حول المشاريع الاسكانية بمحافظات مملكة وقد استعرض وزير الاسكان خلال اللقاء المخططات التفصيلية ومراحل تنفيذها وأعمال البنى التحتية المختلفة للمشاريع الاسكانية واضاف سموه أننا وضعنا نصب أعيننا مراعاة احتياجات المواطنين لمختلف الخدمات تحقيقا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تسخير كافة الإمكانات لتوفير الخدمات الاسكانية للمواطنين حيث أمرنا في إطار هذه التوجيهات بتخصيص نحو خمسة آلاف وحدة سكانية في مختلف محافظات المملكة ونؤكد دوما على استمرارية العمل نحو تنفيذ المشاريع الاسكانية وضمان استدامتها خدمة للمواطنين وشدد سموه على ضرورة أن تلبي هذه المشاريع الإسكانية تطلعات المواطنين بتوفير المزيد من الوحدات الإسكانية لهم بمعايير وجودة عالية وتعزيز دور القطاع الخاص بإشراكه في تنفيذ تلك المشاريع ومضعافة الجهود لمواصلة وضع البرامج والسياسات الإسكانية الحديثة بما يسهم في تحقيق النماء والازدهار لصالح الوطن والمواطن ترجمة نانسي قنقر